كل التمنيات يا رب بسلامة والإطمئنان على الكابتن أو الشيخ طه اسماعيل خلال الفترة القادمة هيعمل عملية جراحية غالباً إن شاء الله على يوم السبت القادم لتغيير مفصل في عضلة الفغز إن شاء الله أنا اطمئن على الشيخ طه اسماعيل الشيخ طه اسماعيل قام كبير جداً في النادي الأهلي محاضر دولي له قدر كبير جداً في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي مش عايز أقول لكم ريني فيلر لما التقى بالشيخ طه اسماعيل حجم السعادة بالنسبة له إن هو كمدرب صاعد أو مدرب بياخد محاضرات تدريبية أو كرصات لايسنز للرخصات التدريبية لما يلتقي بمحاضر دولي معتمد من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي ليها قيمة ولها معنى كبير جداً ومن حصن حظنا في النادي الآن عندنا هذه القامات الكبيرة الشيخ طه اسماعيل قامة كبيرة وإن شاء الله نتمنى له السلامة يجري العملية الجراحية إن شاء الله يوم السبت في إحدى المستشفيات هنا في القاهرة ونطمئن على سلامته ويعود بإذن الله إلى ممارسة نشاطه زي ما كان الفترة الأخيرة بيحاول قدر إن كان هو يشتغل الموضوع المدرب مع لجنة التقسيط والكابتن محمود الخطيب لفكرة اختيار جهاز فن جديد يقود الأهل خلال الفترة القادمة وكان حريص هو واللجنة والكابتن محمود الخطيب إن هم يشتغلوا على الملف ده خلال الفترة الماضية في كل يوم وقت عشان ينجزوا هذا الملف لبداية المشوار في الفترة القادمة كل التمنيات يا رب بالشفاء العاجل للشيخ طه اسماعيل الكابتن طه اسماعيل دكتور طه اسماعيل نطمئننا عليه ونشوفك يا رب في أحسن صحة وأحسن حال رمز كبير رمزنا دايما بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا بنفتخر بيهم في أي مكان ونتطمن عليهم ونشوفهم يا رب في أحسن صحة وأحسن حال ترجمة نانسي قنقر